الدالة الأسية معنى أن الأساس ثابت وهو نصف أربعة ثلاثة وهكذا أما الأس وهو متغير لتمثيل الدالة الأسية أروح أعين خمس نقاط أقول إكس مثل سالب 2 سالب 1 زير و 1 و 2 وأعوض عنه ويطلع لي وبعدين هنا الأساس ثلاثة إذا كان أكبر من 1 تكون الدالة الأسية تزايدية وإذا كان أصغر من الواحد مثل النص تكون الأساس أقل من الواحد بين الصفر والواحد تكون الدالة تناقصية بهذا الشكل ودائما تمر في 1 الرئيسية الأم لدوال النمو نقول أن هذه الدالة الأسية تمر بالنقطة 1 وهو Y-intercept إذا كانت بي تقع بين الزير والوين تكون الدالة تناقصية ويمر أيضا بالعدد واحد مقطع Y نسوي نسحاب إذا كان العدد خارج الدالة الأسية فنقول Up or Down أما بالنسبة لو كان داخل كان العدد داخلي إما يصير يمين أو يسار بس بعكس الإشارة أما هنا إذا كان خارج العدد لا نفس الإشارة موجب Up صالح حل المعادلات الوسية لأن أحل لازم الأساسات تصير متساوية هنا 8 هنا 2 ما أقدر أحل المسألة لازم أحلل 8 8 عبارة عن 2 أو 3 وكلما أرفو على أسلاته ضربنا 3 مع 3 صارت لنا 9 وأطير الاثنين مع الاثنين إذن X أو لنا 9 في المسألة نفس الشيء لاحظوا أن الأساس هنا 3 وهنا الأساس 9 إذن لازم أحلل 9 عبارة عن 3 أو 6 وما أرفو على قوة قوة رح نضربها هنا صارت 3 أو 6 أربعة إكس أسالة بثنين صارت الأساسات متساوية أطير الثلاتة مع الثلاتة صارت 4X ناقص 2 أسالة بثنين هنا الربح المركب لازم أعرف أن T هو المبلغ الأصلي وأما R هو معدل الربح وبالنسبة إلى N عدد مرات إضافة في حل المتباينات نفس الشيء أحلله 16 أحلله 8 إذا حللنا 16 كبارة عن 2.4 والثماني 2.3 بعدين أروح أدره 4 في 2 4 في 3 طلعنا الجواب صارت الأساسات متساوية أطيرهم 2 مع 2 راحة وبقت الأسرس نقلنا سالة بثنعة 12 إلى الجهة الثانية وبعدين وجدنا X أصغر من 15 على 8 هذا بالنسبة إلى قيمة X الدالة اللغراتمية والدالة الأسية ما هي العلاقة كيف أحول الدالة اللغراتمية إلى دالة الأسية وكيف أحول الدالة الأسية إلى دالة الأسية يجيبه في الاختيار طبعاً الدالة اللغراتمية والدالة الأسية ما هي العلاقة كيف أحول الدالة اللغراتمية إلى دالة الأسية وكيف أحول الدالة الأسية إلى دالة الأسية يجيبه في الاختيار طبعاً